أنت تجننت يا ستنتي؟ إيه قلة الأدب والسفلة اللي أنت فيها دي؟ ودول مين كمان؟ بقولك إيه؟ قلة الأدب والسفلة لسه بس ممكن تشوفيها آه، السري دي إيه، إيه، فيه إيه؟ إيه قلة الأدب دي؟ أنتو مين؟ هي بلتجة ولا إيه؟ لا، وأنت السادة البلتجة اللي بجد اللي بيخطف العيال وبيسرع البيوت أنت بتقول إيه يا بتاعي؟ أنت مجنون ولا إيه؟ اللي أنت سمعتين؟ إيه وأتفتكري أن البجامة اللي وقفة جنبك دي؟ راجل محترم لا نصاب وحرامي وقت القتلات لو تجرأ سارة سلطانة آه، صحيح نسيت أنت شكرك سيدي نظر بها لا، لا إلا سلطانة احترم نفسك لأم أهينك قدام أهل بيتك عن أذلك أنت وأستاذ سلام إيه دا يا عم ما تخافش أنا بساوي لك خذودك آه، أنا نيتي بس بوقت تعوارك إيه دا كده واسمع كلام أخوك خزاعة الناس دي جاعزة مصلحتك آه، بدل ما تله بك الحياة إيه البلطاجة دي؟ أنا هبلغ البوليس لا لا لا، مرتعبش روحك أنا هبلغه بس بالمرة بقى هقوله على حتتين القثار اللي أنا لقيتهم عندك في المحل لأوا اللي كانوا محطوطين في الجبس أشعرنا من عليهم الجبس وقاعدين تحت الحراسة ديوقتي الصورة دي لسه طازم المحل عندك حالاً أوه، أنا اللي مصور معلاش بس الإداءة عشان ما كانش عند وقت أجيب لونت شكري بيشتغل في أي حاجة ونص شغله بيجي بالشمال من أنهر ورجالته، مش بس أسار لأ شوية قديمة في وسط البلد والزمالك وسرقاته وحاجات كتير آه، نتكلم ولا نقضيها قلة أدب مم، بسم الله الرحمن الرحيم كده نقول ثلاث جرائم إقراه وتنقيب وخطف يعني قانوناً حاجة وعشرين سنة تحب تخدهم؟ وعبة أنتو عايزين إيه بالزبط؟ شكري، هو الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ بقولك يا مادام، المشاكل العقلية دي بعد إحنا ما نمشي عايزين الودا اللي أنت خطفته، هترجعه لنا، هنمشي ممكن، ممكن نسيبك يوه بيقولك ممكن يعني مش أكيد طيب وانا إيه اللي يضمان لي أني لو سلمتكوا الود ماتخدوش الحاجة وتبلغوا عني مفيش حاجة مضمو لا، ما أنا مأتلاكش الودا بقى لو جنة الحرام الموس قاسماً بالله كالدرك فهم؟ مع التليفونك؟ ظلع يا عام والتليفون واتصل بالود ما عاكش رصيد ولا إيه؟ قوله الشيخ فانت ورده مستنينك بره يا أحمد ألو أقولك إيه الود اللي عندك أنا بحدي ناس من عندي تغدو لا لا يا أبو سكرة ما أتكلمش بس في حد قال لي أنهم معرفوا أن الودا عندك لا خلاص بقى لما أشوفك أحكي لك اسمع بس اللي أنا بقولك عليه صلاح إحنا متشكرين قوي بس إن سيت أقولك إن المكالمة دي متسجلة يا سلطانة يا سلطانة حرقتي مفاجأة ليه؟ كنتش نوع أقول له والله سلطة أتعرفش أخدين إذن مقادة جزئي بالتسكيل يعني بالآخر كده الحاجة وعشرين سنة ممكن يبقى إهدام لو جيت جنب الود خد بالك هم دلوات زمانهم وصلوا في سايب كتابوليلة خلاص اللي كانوا محترين فيها أنا مصدومة فيك خسارة سنين عمري اللي ضاعت معاك يا شيخ التقل لا يا صدمتها اللي ليه شعراس فر من كتر التفكير يلا بينا قال أنا عين دي عايزين ليها قفلة عايزين نشتغل يا شموسة قولوا لأنا عينه ما كنتش خرجتي بالسجل مين قال إن أنا أقلب عليها؟ كل موضوع إن أنا بيني وبين وشوك ده بس أكتر من كده لمسو عايز حرق أنت تحرق ليه أصلا؟ ها؟ تحرق ليه؟ لوليها كان زمانك مرمي في السجن ولولك برضو ما كنتش دخلتها أصلا أنت هتعيدل اسطوانة دي تاني؟ لا مش اسطوانة وأنا مقصودش إن هو باوزنين حياتنا زمانة أنا أقصد إن هو رماني في السجن كم مرة حلفت لك اللي بده ده مش صح؟ كل اللي في دماغ الدخلات وأوهام بلعش هي أساس من الصح؟ أمرها مكانة أوهام أنا كل يوم بحاول أصدق كتبتك بحاول أخطنع بيها بحاول أبلحها مش عارف أنت كنت هناك وشفت كل حاجة بيعنيك يعنيه؟ قول لك يعنيه؟ يعنيه بلوز بيهرب ما تقيمني؟ فيه؟ ما تحركش بمكانك ما قولك ما تحركش بمكانك؟ فيه من إيه اللي بيحسن؟ انتهلنا أسمعت كلامك وأعبت؟ أخوك كان خياش عليك كنت سلمني للموليس؟ كنت عايزة أحميك إيه اللي حفظ؟ الإهار هربت كلها قصروا العربية وهربت إيه اللي يربت ما خلص دربت المواد؟ ما شفت بعينك تبت بنقول صدق لي عملتي إيه؟ كنت ورى بيتي اللي إربت ما ديك شايف بقينا عاملين ازاي بسببها هو ما جيب تغاش وصيرت انا الليلة قد بقى منك بقى منك عشان ارجع اخدك تفن بقى رابتك اللي بتتكلم علي انت وقتك دي اغلي حاجة عندي فعادي قولا حصل حصل عشان كنت خايف عليك قولا حصل زمان برضو حصل عشان كنت خايف عليك حيتصدق صدق مش حيتصدق انت حر هيصدق هحاولي صدق زب النمار طب وبالنسبة اللي رقبتي مفيش حد خاف عليها انت اللي زيك ماسابش حاجة لحد هعبوا عشانها الله 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 هيا بات كده دي انا دافع كتير ايو كل اللي قدر اقولولك ان كل شغلين اللي تقفل في الحرة هيرجع تاني معنى كسب من فوق ومن تحت سلطان تغوزين موسيقى هو ده اللي محدش هيخرج بالفستان من البيت ده غيري؟ فيه يا بيت هو إيه اللي فيه إيه مش ده كلامها؟ ولا أنت بقى فاكراني الهابلة اللي هتتحكي عليها بكلمتين وفي الآخر برضو تعملي اللي في الدماغ ضي تبتتكلم مع عمك كده ليه؟ ما هو برضو يا خانو اللي بيحصل ده ما ينفعش شوف لك حل يا سلام واضح إن إحنا مش هنقدر عليها بالهداوة يا أمي اسمعي قلب أمك الرجل فعلا تقدم لي وانا كنت بحكي لخالك والسدك دي كل الحكاية مم؟ ما طرى بقى كنت بتحكينهم إنك هترفوضي ولا هتوفي؟ دي حاجة تخص أمك لوحدها لا نأسفة جدا! وتخصي لنا كمان! لما بقى شاحتة كده أمي بتتجوز أمك ما بتعملش حاجة حرامة! بعدين هتتجوز راجل محترم في ايه؟ لا ده انتم ميتفئين علي يا بقى ويا ترى شهر العسل هتقضو فيه ما تتلم يا بيتو وتعمليه ليك قابلة انا حاوله لا ادخل النام انا بقى واصحه على دعوي الفرح يكون في علمكو اكسم بالله لو ده حصل ماهكون قعدة ديئة واحدة في البيت ده لا ده احنا اتجنننا بقى بس بقى انا مش عايزة حد اتكاني في الموضوع ده مش عايزة ازاعي للبيت هو عايز رأيي وانا حاوله لا انت بتقول لي يا سلطان انت كمان بغير تاني حبابتي قوم له يا سلام لما نشوف اخرة الزمن المحبب ده ايه اللي الصغيرين بيتحكموا في الكبار استغفر الله العظيم يا عبد خلاص واستاذة كبرت دلوقتي وبقى بيتهلي صوتها علينا انفعش تعملي اللي انت عملتي مع امك ده وهو يعني انفع اللي هي بتعمله ده اشت توقتي صوتك لو هتتصوراجي تاني هسيبك تغبط الماك في الحيطة لأ ما تخافش انا لا هتكلم ولا هعلي صوتي تاني بس انا اللي عنتي قولته اللي عندك قولتين ماشي يعني افعن بقى من ان كلامك ده ان الاستاذة بتقول انها هتسيب البيت صح ومن يمنعني وبعدين انا مش فهم هو انت اللي جاي بتتكلم مع اي انا وصيب اختك اللي عايزة تتجوز بعد العمر ده كله وهو العمر ده كله بقى هي ضقيعته على مية مترد علي مش علي انا وانتي وستك وجبر يعني هي عملت كل ده عشان تسعدنا والحاجة اللي هي تسعدها ما نقفش جنبها فيها في مليون الف حاجة تانية تسعدها وبعدين هي عمرها ما كانت بتفكر كده ليه لازم التجواز دلوقت لازم لازم التجواز يا ضي امك طول عمرها لوحدها واول مرة اللي عمر تحعله راكل ومتطمنه له وانت بعمتطمن عليها مع الراكل ده اشتركوا في القناة